الحمد لله الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شاء ربي من شيء بعد الحمد لله وله نركع وله نسجد الحمد لله الذي جعل الرزق والأجل بيده لا بيد أحد سواه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أدى الأمانة بلغ الرسالة ونصح الأمة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وبعد عباد الله أوصيكم نفسي الخاطئة بتقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب عباد الله توكلوا على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه اللهم اجعلنا من المتقين المتوكلين يا أخي ورسوله أخي ورسوله أخي ورسوله يا أخي ورسوله يتوقع البيضاء صلى الله عليه وسلم أطلق thing toайте أعبر Cel порت أن تعرف الله Bera الله الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أجل الذين يحبونه ويجعلهم فقط فيه. أمين. أخوة 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 أخوة. لا يمكن أن تتعلم معي بأننا لدينا عظيمة وعظيمة وعظيمة. لدينا عظيمة وعظيمة وعظيمة وعظيمة. لكن ما أعلم وكما أعتقد أننا سنكون لدينا عظيمة أيضا. هذا ما أعلمنا الله سبحانه وتعالى. ما أشبه اليوم بالبارحة. اليوم يبدو كما يجعلنا. الحياة يتبعون مرة أخرى. في أجلسة 8 القعدة. في أجلسة 5 سنة هجرة. المدينة المنورة. يبدو أن يتبعون من مكة من كل مدينة المنورة. على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. جميع أن يتبعون من المسلمين والإسلام. وأن يقتل البيت محمد صلى الله عليه وسلم أيضا. ليس فقط. كل الناس. وعظيمة المنورة. يتبعون كل مدينة مع البيت محمد صلى الله عليه وسلم. ليس فقط. فقط. يبدو أن يبدو بإمكانك موضوعين هنا وكان هنا. يبدو أن يبدو أن يكون هناك محمد صلى الله عليه وسلم. يطلبنا أن يأخذنا الناس من كسرة وقيسر. وكان الآن يستطيع أن نستطيع أن تستخدمت المسلمين. لأنه كان سائل. وأنه كان سائل من الأنمات. all the situation exactly the same what happened in Aleppo the same thing the same scenario all countries of shaytan, of tagout getting together powerful countries they getting together to destroy Aleppo to kill every person alive in Aleppo and they have been doing this for a long time but still Aleppo and it will keep standing strong in front of face everyone yes no one helped them this is a lesson from Allah subhanahu wa ta'ala that victory just in Allah's hand because if any group or any country support those if you strong muslims then if they got victory they said that's because we did help you it's cold the same situation it's cold they wake up they try to wake up their children in Aleppo and they did not wake up in Aleppo in Jordan sea borders or Lebanon as you heard in the news they did not wake up why because they were frozen dead bodies yes it's cold it's exactly the same scenario but in in the alliance of battle the alliance of kufr battle Allah subhanahu wa ta'ala sent one of his soldiers the wind and he turned everything upside down that's when we trust almighty Allah subhanahu wa ta'ala وَيَنْكُرُونَ وَيَنْكُرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكَرِينَ they announce that Aleppo downfall in their hand which is not true at all by the way they just only took over a small area destroyed area even the مجاهدين would draw themselves from there as a tactic but the media make it sounds like it's done it's over while it is not while it is not they still standing fighting for the sake of Allah facing all those people all these countries and Allah subhanahu wa ta'ala I'm sure that he will gandle victory like he did in al-Ahzab battle ما أشبه اليوم بالبارحة today it looks like yesterday is the same the prophet that muslims that muslims are poor weak not respected they will they will for this um تسير الضعينة من حضر موت إلى صنعاء لا تخشى إلا الله لا تخشى إلا الله يا عدي إن قصور كسرة ستملق بيد المسلمين كسر الزترجال ستجد من أم المسلمين عدي بن حاتم الطي جدت أميز ماذا تتحدث عنه؟ كسر ابن هرمز؟ تقول الصلاة السلام ثلاث round كسر ابن هرمز كسر ابن هرمز يا أخوان إن حاتم الطيبة نحن بحيء نحن غير فنستلق بمعجلة فنستلق بمعجلة كم المنصر حين قلونا نستلق بمعجلة ونستلق بمعجلة لا نحن نشعر الناس. 1.5 أو 1.7 ملائد مسلمين يتعيقون بشخص. لا يمكنهم. لا يتعرف أي شيء عن الإسلام. نحن نحن نعيقون بشخص. ولكن هذا لا يعني أي شيء. هذه المنطقة قد يكون سيئة. هذه المنطقة قد يذهب. ولكن هذه المنطقة قد لا يتعيق. هذه المنطقة قد لا يتعيق. بعد كل هذه المنطقة قد ترى أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى لا يتعرفوننا. إذا نؤمن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى كما يجب أن نؤمنه. كل شيء في الله سُبْحَانَهُ الأمر الأمر مهمة. يجب أن نؤمنه. عندما نفر إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى 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 أكثر من هذا. تظهر إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى عندما نفر إلى مكة إلى مدينة. قريش يجب أن تحصل إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى كل مدينة جميعاً لنهر إلى محمد أو حياة. كل من أن يجب إلى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى ولا مدينة لم يستطيع إسرائه ربما لا يستطيع إسرائه إذا لم يكن لن يكن من كل شيء آهره كان سلاساته موجودة لا يستطيع إستهلاء ولا يحتاج إلى مدينة وكان ميغراً من مكة إلى مدينة، في المدينة، سراق ابن مالك وجده، وجدته، وقد وجدته، وكثيراً بينهما وعلى الله عليه الصلاة والسلام مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وليس أحد أخرى، سراق ابن مالك أب muchís for a catch him. But he started noticing that his horse is drowning in the sand. He knows that he could not get him. At that moment the Prophet , teach us. أعلمه وناس وكل مسلم يأتي بعد هذا الوصول فقد قمت بإمكاننا في نفسنا وهذا ما علينا أن نفعل فقد قال يا سراقه ارجع ولك سواري كسرى سراقه ارجع ولك سواري كسرى سراقه ارجع ولك سواري كسرى يا الله كان في مقابل المعارضة مقابل المعارضة فقد قد اتركت مكة مقابل لا يوجد قطة لا يوجد قطة لا يوجد قطة لا يوجد شيء وقد قمت بماذا؟ براثل كسرى بلا تنظر لا يوجد قطة أبيتهم 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 يمكن أن يصدق بها، نعم، يمكن أن يذهب لها، نعم، 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 يجب أن تنظر أن تنظر وأن تكون مدينة، 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 هذا ليس جيدا لنا كم المسلمين. نحن نحاول أن هذا الإسلام، كما يحاول الله صلى الله عليه وسلم، سوف تأخذ كل محاولة في هذا العالم، وهذا ما يحدث. هذا ما يحدث. تعرف أن هناك أكثر من 65.000 مدينة كل عام ضد الإسلام، 65.000. أكثر من المدينة كل من المنزل، إنه الإسلام يكون أكثر من العلم في العالم. كان يحدث، والذي سيكون الأساسية، لأن هذا هو الله الحزن. نحن نحن نؤمن أن نؤمن الله وعلا على النعم. نحن نحن نؤمن. لن يجب علينا نسلم على الانتحى مدى ميديا ايه الألبو يرى النصف لا, ليس الألبو يرمنى الناس الناس أنه مدى الناس اليوم ألها الناس الناس اليوم الذين يرامون ويستعملونهم لكن الحمد لله they did not because الله ناصر من لا ناصر لها الله will grant them victory when they are alone that will strengthen their عقيدة our عقيدة as well that will make us believe that victory it doesn't mean how much weapons you have no Allah victory means what kind of يقين of faith of belief you have that's the victory our prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم in غزوة أحد in أحد battle he went to go to relax a little bit one of the disbelievers came to him and put the sword over his neck عليه الصلاة والسلام and wake him up قم يا محمد قم يا محمد wake up محمد who will protect you now من يمنعك مني الآن the prophet عليه الصلاة والسلام opened his eyes looking around nobody he saw the sword right there over his neck صلى الله عليه وسلم what he told him الله يمنعني منك الله will protect me from you the disbelievers start shaking until the sword fell down so the prophet عليه الصلاة والسلام pick it up and put it over the mushrik's neck and he told him ومن يمنعك مني الآن who will protect you now it's my turn then the prophet صلى الله عليه وسلم this believer he has no other choice he told him oh prophet محمد you are such a nice person and he set him free as usual the victory it's not weapons the victory you get it with iman with عقيدة with يقين with trusting الله سبحانه وتعالى we can face the whole world like the prophet صلى الله عليه وسلم did in غزوة الأحزاب everybody around المدينة منهور everyone all the disbelievers all the shaytans all the taghout what it did to him صلى الله عليه وسلم nothing even while they are working digging the trench big rock faced them and they could not break it they asked the prophet صلى الله عليه وسلم help when he came the first time he hit this big rock he started making تكبير الله أكبر الله is great لقد أعطيت مفاتيح الشام I have been given I have been given الشام keys I am looking at its castles red castles from here لا إله إلا الله all the companions were shocked what you are talking about then the first the second time he hit this big rock he said الله أكبر الله أكبر لقد أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأرى قصورها البيضاء والمدائن من مكاني هذا I have been given Persian keys I am looking at المدائن and the white castles of المدائن from here and the third time he hit this rock which is destroyed all of it he said الله أكبر I have been given the Yemen keys I am looking at San'a city from this place now this is the way the prophet عليه الصلاة والسلام plant the hope in our heart in the darknesses in the very miserable situation we all should flee to almighty الله سبحانه وتعالى never be hopeless this this ummah might get sick yes might go to sleep yes but it will never die هذه الأمة لن تموت بإذن الله تعالى don't listen to the media the lippos still standing still standing with full power simply because they are with الله سبحانه وتعالى and whoever with الله سبحانه وتعالى no one can do anything against him قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء ما كتبه الله لك لم ينفعوه if the whole human beings and jinn get together to harm or benefit you while Allah doesn't want they want dear brothers respected sisters we have to have hope we have to plant hope in our hearts like the prophet did in the darknesses he promised suraqa with the bracelet of kisra while he was in the middle of nowhere leaving his beloved city he promised them with what with with al-sham al-yaman wa-faris bergian yaman and al-sham while he was in ghzwat al-ahzab while everyone around al-madina trying to destroy muslims and islam we need to have hope in our heart we need to work hard to strengthen this hope and to do actions to help as much as we can those brothers in need for our help because times goes by very fast open eyes close eyes everything is done it's over so you will be considered one of those who put obstacles in front of those or one of those who helped them then it will be too late whether you are from those or those we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us among those who fear him placing their trust on him we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us the hope and fill our hearts with yaqeen a strong one we ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive all of us ameen I tell us earlier of what I will here is all of us same may as as استغفر الله الله نعم أخوة الإيمان هذه أمة لن تموت this أمة will never die إن شاء الله this أمة will never die we have to work hard to lift up our community and talk about the good things and we should not be a tools in the false media to spread rumors لأن الله سبحانه وتعالى هو معنا ومعنا كل شيء معنا من كان الله معه فكل شيء معه إن شاء الله تعالى اليوم المسلمين في المنزل يحب أن يكون دكتور فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتي بن نابلسي وهم يجب أن يكون المنزلين هنا هنا في 6 سنة إن شاء الله تعالى أرجوك وإنكارج كل人 أن يأتي وأن يتعلم وأن يساعد وأن يساعده كما يمكن ولكنه يمكن أن يساعدنا لأننا يجب أن يسمع من هذا المنزل نسأل الله سبحانه وتعالى لإمكاننا كلنا في طريق طريق أمين هذا وقد أمركم الله بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم أيها المؤمنين فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني داعي فأمنوا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من صخطك والنار نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من صخطك والنار اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير اجمع شملنا وحد صفنا وسدد رمينا ولا تجعل بأسنا بيننا شديد اللهم أرن بروسيا ومن والاها عجائب قدرتك اللهم أرن بروسيا ومن والاها عجائب قدرتك اللهم أرن بقتلة الأطفال والنساء عجائب قدرتك يا الله إن قطع الرجاء إلا منك وإليك فخذ بأيدينا إليك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أغثنا يا مغيث اللهم انتصر لدينك يا جبار اللهم انتقم يا أرحم الراحمين من هؤلاء من قتلة الأطفال يا الله انتصر لنساء وأطفال وشباب المسلمين في حلب والنوصل وفي بورما وفي كل مكان تعبد فيه يا رب العالمين يا الله هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا العمل ومنك القبول لا تردنا خائبين وعن بابك مطرودين عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك وأنت رب العالمين اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم ونكرهم في نحرهم واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين اللهم أعطي كل واحد منا سؤله واقضي يا رب حاجته وفرج يا الله كربته وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وسحبه أجمعين وأنت يا أخي أقن الصلاة